استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمدينة العالمين الجديدة البابا توادرس الثاني بابا الاسكندرية بطريارك الكرازة المرقصية ونحو تسعين شابا من المشاركين في مرتقة لوغوس الثالث للشباب الفين اثنين وعشرين واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بالبابا توادرس الثاني للمرة الاولى بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة العالمين الجديدة واكد مدبولي خلال كلمته ان المصريين يعملون معا كنسيج واحد وان مصر تستوعب ابنائها بلا تمييز او تحيز معربا عن سعادته وترحيبه بالشباب المشاركين في مرتقة لوغوس الثالث للشباب الفين اثنين وعشرين للتواصل مع وطنهم الام خاصة ان الملتقة ينعقد تحت شعار العودة للجذور